كل نفسا ذائقة الموت كلنا اموات عيال اموات وكلنا معرضين انه يتوفى لنا عزيز ويصير عندنا عزا ونستقبل الرجال مثل ما الرجال يستقبلونا نعزيهم فالعزا سنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام انه ثلاثة الايام هنا العزا فما هو غلاط انه اول يوم غدا يكون عندها المتوفي او اذا دفنوا العصر ووفروا على هالناس الثاني يوم لو سووا غدا من الموجودين بهالبيت بني عمك اللي عندك مو شرط انت تسوي الغدا جيرانك عيال عمك اللي عندك الهالي يستقبلون معك عزا لكن على نطاق ضيق يعني فترة هالغدا تلقى ما في ناس اما الان والعشاء العشاء ارهاق وانا لله عبد يعني حصلت عندي مرتين المرة الاولى ارحمت ابوي علي رحمة الله بل الفين واثنين وما سوينا عشاء وقبل حوالي اقل من شهر شقيق لي علي رحمة الله برضو ما سوينا عشاء فالعشاء ارهاق وتكلفة زايدة على اهل الميت بعض الناس ما يفرق ما بين مال اليتيم او مال القصار او يقولك لا حنا ودنا نصرف على هالعزة طيب انت قاعد تصرف على هالعزة صرف مبلغ حرام هذا مو حق لك هذا حق القصر هذا حق اليتمان مشان انت تسوي شيء مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيا الصديق العزيز ارى لله عبد مع انه الثلاثة ايام مفتوحات ماني مع اغلاقهم ومع انه الثلاثة الايام يكون فيهن غدا على نطاق العائلة اللي هم متواجدين يستقبلون الناس لانه الناس عرفت الحكي هذا فعال غدا ما حد قاعد يجيك نسبة بسيطة تجنب العشاء ما حد جايك اشتركوا في القناة